نحن نشاهد في كل يوم حياة جديدة تخلى أطفال يولدون وطيور تخوز من بيضها وحيوانات تاليدها أمهاتها وأسماك تملأ البحر والنهر يرى الإنسان ذلك بأم عيني ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيض الله هذه الحياة يعني أنت ترى هذه الكائنات كلها انظر إلى السمكة في البحار تجد أن السمك يخرج كل يوم من بطنه أسماك ترى ذلك بأم عينيك ثم تنكر بعد ذلك أن يقع مرة أخرى ذلك بأن يعيده رب العباد مرة أخرى من جديد إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن الله خلقهم على هذا النحو أعظم دليل فالقادر على خلقهم قادر على إعادة خلقهم سبحانه القادر على الخلق أول مرة سهل ميسور عليه في عرف البشر أن يعيده مرة أخرى قادر على إعادة وقد أكثر القرآن الكريم من الاستدلال عن النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة قال تعالى ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا الإنسان يقول إذا لمت وتحللت أعضائي في التراب هل يمكن بعد ذلك أن أعود حيا بعد ذلك هل يمكن أن أخرج حيا بعد هذا الأمر ماذا قال الله له ماذا قال الله لهذا الإنسان الذي استبعد البعث والنشور بعد الوفاة مثلا بعدما قال أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا ماذا قال الله عز وجل قال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا يا عبد الله من الذي أوجدك وماذا كنت أنت حتى تكون من الذي أوجدك وخلقك وأوجدك في هذه الحياة هو ربك سبحانه وتعالى جل في عولها ولذلك نجد القرآن الكريم يذكرنا في موضع آخر بالخلق الأول للإنسان فأبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه خلقه الله من تراب فالقادر على جعل ذلك التراب بشرا سويا لا يعززه أن يعيده بشرا سويا مرة أخرى بعد موت ويذكرنا أيضا بخلقنا نحن ذريات آدم فإنه خلقنا من سلالة من ماء مهين تحول هذا الماء فأصبح نطفة ثم صرت النطفة علقة ثم تحولت إلى مضغة إلى أن نفق فيها الروح بآمن رب العباد سبحانه وجعلها إنسانا سويا فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم قادر على إعادة الخلق وإحياء الموت نحن نشاهد كل يوم المخلوقات جديدة كل يوم يا أيها الناس بارك الله فيكم ألو تشاهدون طفلا مولودا جديدا من الذي خلق هذا الطفل الجديد أليس هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخاطب عموم الناس يخاطب عموم الناس ومن ينكر هذه الحقيقة أعادة البعث ومنشور مرة أخرى فيقول يا أيها الناس يا أيها الناس عموم الناس مش المؤمنين فقط لا المؤمن والكافر والبر والفاجر كل من يطلق عليه الأرض إنسان كل من يتحرك في هذه الأرض يقول الله له يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نجعلكم ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرضان العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبحث من في القبور هذه الآيات يا إخواني من سورة الحج وأرزوا منكم جميعا وأنتم تستمعون إلي وأنتم في بيوتكم الآن أو من كان في بيته أن يفتح المصحف ليقرأ هذه الآيات وليعلم ماذا قال الله تبارك وتعالى فيها وهي تدل صراحة على البعث والنشور وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض والنظر في كيفية بدء الخلق ليستدلوا بذلك على قدرته سبحانه وعلى أنه يعيد الناس من جديد مرة أخرى بعد أن يبيدهم أو أن يهلكهم في هذه الحياة الدنيا قال تعالى مخاطبا من يعقل أو لم يروا كيف يبدء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير والله إنه على الله يسير سبحانه أن الله عز وجل يبدء الخلق ثم يعيده مرة أخرى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدء الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال جل في علاه وهو يخاطبنا هنا بما نعقل نحن وإلا فالله عز وجل لا يسعنده أمر هين وأهون من الهين بل كل شيء متاح عنده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى جل في علاه تأملوا هذه الآية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم قال وهو أهون عليه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني الإعادة هيينة على الله عز وجل بل من الأهمية بل من الأهمية بما كان أن ندرك أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه سبحانه وتعالى جل في علاه يقول للشيء كن فيكون ولذلك قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أيضا يا إخواني من الأدلة على وقوع البعث والنشور ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى من أنه هو القادر سبحانه على خلق الأعظم يعني يقدر على ما هو أشد من خلق الإنسان فهل القادر على خلق الأعظم أليس ذلك دليل على أنه يستطيع أن يخلق من دونه ما دونه قبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع حمل العظيم يعني عندما أحمل مثلا خمسين كيلو في يدي أو ثلاثين كيلو ألا يصعب علي أن أحمل عشر كيلو لا شك أن هذا أيسر من ذلك فالذي يخلق سبحانه وتعالى الشيء العظيم كالسماوات والأرض أليس ذلك بقادر على أن يخلق من ما دونه سبحانه جل في علاه سبحانه جلو جلو